بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله تكونوا كامل بخير دونك اليوم ما نيش راح ندير فيديو جديدة ولا كاين برك مقطع من الفيديو تاعة طمينا اللي درتها لكم أنا صورتوا بالصح تل ما نحب نزرب في الفيديو باش مجيكمش طويلة دونك نحيت هاد المقطع بين لي ماشي مهم وهو كاين يعني صورتوا دونك بزاف بنات قالوا لي مفهمناش كيفاش ترتي هاد لديكوراسيون بالدات دونك حبيت بسكو المقطع را هو عندي حبيت نحطه لكم تستفادوا منه دونك الحاجة الليولانية وشدرت شديد هذه الطمينا وشديد موس عادي يكون بوينته من فوقها ومبعدها نتراسي نرسم تقدروا ترسموا الشكل اللي حبيتوا أنا درت هكا جوغة كمان مرواحة تقدروا ممتس تليق لكم كتديروز عما ديكاغي ولا المهم دونك الحاجة الليولان نتراسي بالموس من بعد وش ندير نجيب القرفة ونجووزها على كامل هادوك اللي تخاص لدرتهم غير بالعقل دونك باش يجي بشكل متحوف غير بالعقل جست هادوك الخطوط ومن بعدها وش ندير كل كمبارتيما هادو كل جزء نعمره بنوع من المكسيرات وبيانسيو ندير نعاود المكسيرات بالصح نبعدهم على بعضاهم باش يجي الشكل شباب وانا انا وش استعملت في هاد هاد الكاس بدات درت بيستاش درت صنوبر درت اللوز بنحي بقشورو وكما قلت لكم المهم بارك ودرت حلوة تورك المهم بارك المكسارات يكونوا حمصين وثاني كين اللي سقسوني الى صنوبر انا في الحقيقة هاد صنوبر كان عندو بزاف وهو مخبي عندي دونك والله ما على بالي إدارهو يتبعدوك فوالا دونك هاده هي نغمال ما ان شاء الله تكونوا فهمتوها ووش نوك يتحطو هادوك المكسارات سيوا حطو غير بالعقل باش ما تغطوش هاديك القرفة دونك شوية تشدلكم الوقت هادلا ديكوراسيون خاصة كي تديروها في طبصي كبير وإلا باركزمبل كي درتو لقيتو بلي المكسارات تغطو لكم هاديك القرفة تقدرو تزيدو ترشو إليها من الفوق غير بشوية ومتتقيسوش المكسارات دونك هادي بش جيكم متحوفة وشابة وكي ما قلت لكم هادلا ديكوراسيون تخور تشابة في طبصي كبير ووالا وهذا هي الشكل النهائي ديالها دونك نغمال مو هكذا يجيكم ساهل هادي هي الطريقة بالتفصيل ووالا دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله والعقوبة للعام الجاي في المولود كي ما هاد الوقت إن شاء الله هنزيد ندير لكم أفكار جديدة وطمينا من نوع جديد إن شاء الله كي ما تعهد الخطر اللي درتها على طريقتي الوصفة والتزيين والفكرة من من أفكاري دونك كل عام وانتم بخير إن شاء الله وإلى الملتقى